هل دلوقتي معنا بطلة من نوع خاص اختارت التخصص في واحد من أصعب المجالات بقت الصحراء هي بيتها الثاني هوايتها هي البحث عن الحفريات كشفت غموض وأسرار من التاريخ ربما من ملايين السنين اللي فاتت يمكن ده اللي وصلها إنها تكون من بين أبرز المكرمات من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إمبارح خلينا نتعرف على رحلة الدكتورة شروق الأشقر المتخصص في علم الحفريات بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية صباح الخير على حضرتك أهلا وسهلا بك يا دكتورة ومبروك عليك التكريم صباح الخير على حضرتكم جميعا وكل سنة وحضرتكم طيبين وأهلا بحضرتكم وشكرا على المبركة الجميلة دي شكرا على مجهودك دكتورة خلينا نبتدي مع البداية بقى إزاي ابتدت الرحلة مع هذا التحصص والله يعني العحاية هي طويلة شوية بس أنا أحاول أختصرها يعني بلأت بشغل في الحفريات لما كنت بدرس الجولوجيا في كلية العجوم وبدأت أدرس الكائنات اللي كانت عايشة من ملايين سنين وانبهرت قد إيه كان في حيوات سدقلين عكباني عدمين على الأرض وما نعرفش يعني في ثقافتنا ممكن ما نعرفش عنها التير فاهتمت جدا بالحفريات غموما يعني اهتمت بالحفريات الفقرية تحديدا ده بناء على متابعتي الحاسيسة اللي كان دكتور هشام سلام هشام سلام طبعا طبعا أو أول أستاذ مصري في التخصص الأول والوحيد حاليا يعني طبعا متابعتي الحاسيسة ليه خليتني أحب العلم ده أكتر وأحب أعرف عن العلم ده أكتر فتطوعت في مركز جامعة المنصورة لحفات الفقرية وشفت الشغلة بتاعهم وانبهرت أكتر بالثقر العلمي اللي الفريق سلام لا بشاغلين دي والحمد لله دكتور هشام أخطرني أن أكون عضوي من الفريق دوت وده شرف طبعا عظيم ليه يعني أن أكمل البحث عن الكنود المطرية في الصحر المطرية طب وإحنا عندنا يعني حاجة كده زي ودي الحيتان من ملايين السنين بتقول أن الصحر الغربية دي كانت أصلا جزء من البحر وإحنا كان أول البحر عندنا في أسوان زي ما أنا عارف يعني كان كل ده بحر وكانت الصحر الغربية دي بحر وإحنا لأينا عندنا حيتان كاملة موجودة في متحف مفتوح عالمي زي ودي الحيتان أنت كمصرية لما بتشوفي حاجة زي كده والعالم كله بيجي يشوفها يا دكتورة تبقى عاملة إزاي وخصوصا أننا عندنا هذا الكنز ودي الشيطان زي ما قلت بالضبط هو كنز كنز حقيقي وأنا لما بروح عشرات مرات كل سنة لمتابعة العمل البحث بتاعنا أو صيانة وترميم الحفريات بعرضها للزوار والسياح علشان مظهر التراث الطبيعي المصري بتاعنا بأفضل صورة فودي الحيتان كن وأنا بحس أنه ممكن يكون بيتي بقى في الصحراء تحديدا يعني المنطقة الغنية جدا أغلى منطقة موجودة في العالم كله فيها تجمع لحفريات الحيتان أنا عايز أقطعك يا دكتورة بعد إذنك أنا خدت بالي بس من كلمة بيتي بقى الصحراء هاخد بقى من الكلام ده وارجع ليه التكريم وإزاي بيتك بقى الصحراء هل ده واحد من أهم الأسباب اللي خليتك تتكرمي مين أول حد عارف بتكريمك أنت عرفت تكريمك إزاي؟ احكي لنا بقى كل التفاصيل بعد ما بيتك بقى الصحراء أنا جاي من الصحراء أطلم على التكريم يعني هم كلموني أنا كنت بقى من شغل في ودي الحيتان برضو بمناسبة تكلمنا عن ودي الحيتان كنا عندي شغل في ودي الحيتان ويكلموني إن أنا عندي تكريم بقى فلك أنت تخيلي بقى عندي التكريم من ذات الرئيس وانت في ودي الحيتان وانت هتلبسي إيه؟ وهتعمل إيه؟ وهتقول إيه؟ وهتظروف إزاي؟ فكانت مشاعر فرحة وسعادة وحماس وشوية توطر دخلي في النصف جدا يعني ممكن أكون عارفة أن أنا مرشحة من فترة طبعا للتكريم ده لكن التأكيد طبعا زي ما حدثتكم عارفين بيجي قريب جدا يعني فكانت مشاعر عظيمة يعني يعني خطت زي دايجيلي من أحد الأماكن إلى قلبي في مصر يعني في ودي الحيتان أن أنا هتكرر أتكرر من فيات الرئيس وكانت مزيج من كل المشاعر الجميلة يعني بنت ودخلت كلية علوم واخترت تخصص الدراسة فيه في الصحراء ما كانش حاجة غريبة من الأهل من الأصدقاء من المقربين ما قالوا كيش يا بنتي بتعملي كده لي يا بنتي في نفسك تي لسة صغيرة وحاجات كده ولا كان أعيب طبعا هو مش طبيعي أبدا أن يبقى فيه ستات في مصر يشتغل في الحفوات البقرية لكن فيه جيل قابلي يعني طبع الجيل التاني يعني قابلي دكتورة أنا السيد هي اللي ستحت الطريق للبنات أنه ما يشتغلوا في الحفوات البقرية وفيه دكتورة صار صابر كانت معاها برضو أنا بقى أكوني بقى أم كمان يعني مش مش امرأة بصرية بتعمل في الصحراء أنا امرأة بصرية وأم لبنتين بتعمل في الصحراء الموضوع كان غريب صعب جدا بعض الشيء على المجتمع أي وحاجة ضريفة خالص يا أستاذ عامر أنا مصطفى بس مش مش كافة أسفة جدا أسفة جدا أسفة جدا أسفة جدا أسفة منا أسفة جدا لا خالد لأنا سعادة أبو جهود جدا تفضل تفضل حاجة غريبة جدا مثلا حنا شغلنا بنقول إحنا رايحين رحلة أي ففي تخيل إن أنت رايح رحلة دي تتفسح صحيح فإن أنا أروح رحلة حقلية وأسيب لبنات أو أتغيب عن البيت برضو المجتمع قد ينظر لي نظرة يعني فيها يعني غريبة أي فأنا بدأت أاخد بناتي معايا الصحراء علشان أعرفهم يعني إيه رحلة ويعني إيه شغل في بدأ هم بقى اللي يردوا بقى يعني بقى ماما مش فرحلة ماما بتشتغل وشغل الطاقة متعب وإحنا بنشوف هاي التالي لإيه وبدأ أمي ينظهروا بالشغل الطاقة الصحراء وابقى يعني حسيت إن أنا بقيت يعني احنا بنجهز الجيل التالت للباحثات ولا إيه؟ احنا بنجهز الجيل التالت حضرتك الجيل التالت احنا بنجهز الجيل التالت بشكل خفي ولا إيه الحكاية؟ أنا أحب يعني طبعا أنا مسؤولة عن تربية بنات أو مسؤولة عن تربية أطفال أحب أكون قدوة ليهم أن هم يشوفوا نموذج جيد ليهم طبعا لما أقرب الأقربين اللي هي يشوفوا نموذج حي قدامهم يحبوا أن هم يقلدوا في الحاجات الكويسة هقدر أوسع النموذج دوك للإناث المصرية عموما والبارقة المصرية في مصر طيب أكيد لكي حلم معين يا دكتورة في مجال الحفريات ومجال الجيولوجيا تقدري تقول أني في مشروع شغالة عليه بتحلام أنك تعملي ريكورد فيه لمصر للمرأة المصرية لجمعة المنصورة؟ آه طبعا أنا في مشاريع حضرتك يعني هو أحلام غير منتهية يعني الصحراء دايما بتجود بما فيها من خبايا ومن أسرار وإحنا يا دك بس إحنا علينا تفسير الخبايا والأسرار دي فآه طبعا عندي شغف ونهم رهيب جدا للمعرفة أكتر والمديد أكتر وعمل أبحاث علمية ذاتها ثقا علمي في الواسط العلمي أكتر وأن يكون مكتوب في الأسراريشن بتاعي ما إيجب يعني شروق الأشقر أو الأشقر إتال من مصر دي إبابي النزالي كفيلة بكل معاني الفخر يعني والانتنان برضو للبلد أكيد دكتورة شروق يعني لما الشغف يتلاقى مع الشغل أو الشغف يتلاقى مع الوظيفة أعتقد أنه هو ممكن يطلع لنا النتاج اللي احنا شايفينه من حضرتك ده حتى بناتك بتخديهم معاكي الصحر أيوة طبعا أهلا مزيج لأنه يكون شغلك شغفك مهما تعبتي ومهما حسيت اللي انت مرهقة ومهما كنت حسيت اللي انت لحظات اليأس اللي بتيجي على كتير مننا في الشغف بعد كده النجاح بقى والتأب والاستمرار والسعي والجهد ده بيتوج في الآخر بنجاح ملموس لما تلمس النجاح اللي انت تهدته علشانه ده تقضى شعور في الدنيا عالم إطلاق ولما النجاح اللي انت عملتيه والحضرتك عملته يتوج بتكريم رفيع المشتوى من السيد الرئيس وحرمه ده بقى يعني يعني بيحسني أكتر على الفعي والاستمرار ودني حماس ودعم إن أنا أستمر وأكمل وأعمل أفضل من اللي أنا عملته أقدم حاجة مسكتيها عمرها كامل يونس هنا يا دكتورة شروق أقدم حاجة مسكتها كانت عمرها حوالي 365 مليون سنة أنا فاكر 45-46 ايه الكلام ده ده كانت الحياة على الأرض ده كانتش سأرض أصلا يعني كانت الحياة المميّف دي في مصر فيه في مصر أيوة جبعا كائنات بحرية أسناك كانت عايشة في الفترة دي في مصر انت قلت كم مليون؟ 350 مليون 375 مليون سنة دي كانت ايه قطعة ايه بالظبط؟ دي سنة سمكة سنة سمكة وتلاقيت فين؟ سنة سمكة وفيه بعض طبعا الحفريات الأخرى من اللفقاريات برضو أعمار قدينة قوي كده موجودة في مصر عن زمن دي مسكتيها فين يعني أو شفتيها فين قصدي؟ في مركب جمعة المنصولة الحفريات الفقري وأحد الرحلات أعثرنا عليها يعني نحن نتكلم في ملايين السنين يعني أنا ممكن التخصص بتاعنا شغالها في عمر حريص شوية بالنسبة للجيولوجيين يعني أنا جاية الآخر كنا نشتغل على أعمار 30 مليون سنة أو 37 مليون سنة فده بالنسبة للعمر الجيولوجي صغير شوية بطرع الشروق العالمة في مجال الجيولوجيا الأم في نفس الوقت لبنتين اللي بتقدر توازن ما بين عادتها في الصحراء وما بين البنات البنات وصلوا لسن دراست الجيولوجيا ولا لسه؟ لا لسه ما أخدوشه بس بدأوا ياخدوا بعض المناهج عندهم حضرت بتسأل عن بناتي فه مرسواعيك يا عزرا حضرت السؤال لو سمحتي تانين من خبك أنا بقولك البنات وصلوا لعمر دراست الجيولوجيا ولا لأ بعدما قعدوا في الصحراء وبعدما ابتدوا يشوفوا اللي بيحصل فعلا لا هم لسه ما دراست الجيولوجيا بس المناهج بتاعتهم موجود فيها المحميات الطبيعية وتعريف الحفريات والحفريات المصرية فهما بقى لما بفتحوا الكتب عندهم ويشوفوا واضحين ملعبهم بقى ملعبهم ويقول المدرسين عندهم إحنا بنروح هنا مع أماما وإحنا بنشتغل في المكان داوة فبقوا فخورين بنفسهم واللي هما بيعملوه فباليك فده بيقرب الأم للعلمة للمتابعة مع الشرف أعتقد أن دا بيعملك الميكس اللي انتي بتوصلي له طيب دكتور هشام سلام بالفعل عمل طفرة في المجال دا واسم علامي في قصة الحفريات نقدر نقول هشام سلام عالميا نوصل لفين دكتور هشام سلام بيعتبر من حضره هو أول أستاذ مصر تخصص الحفرات الفقرية دا على مستوى مصر نعم على المستوى العالمي معروف من دكتور هشام سلام اللي هو باني أول مدرسة مصرية للحفرات الفقرية في مصر وقابلين دكتور هشام سلام بيبقى قادر على مش بس عمل ساينز أو نشر ساينز عادي دا نشر ساينز في مجلات بريستيجيس قوي يعني أعلى المجلات العلمية زي النيتشر وده هو المقياس المقياس المجتمع العلمي لأي ساينز هو النشر الساينز هو النشر الساينز فنشر دكتور هشام سلام يعني عنده فقم كبير جدا إن أي عالم آخر في أي دولة أخرى يبص للعالم دوت باحترام ويقدر الموجود والشغل اللي بيعمله بعد التكريم دا حيبقى داعم للبنات إنها ما تخافش تدخل التخصص وتجمد قلبها وتروح تقعد في الصحر مش لازم فوادي الحتان هل عندنا أماكن تانية كتير ولا لسه البنات هتقول خليني قعدة برضو وتدي برضو في مكانها مش لازم نخرج الصحر عشان ندي بس يعني أنا بتكلم في المبدأ هل دا حيدعم أكتر وحيحمس أكتر؟ أعتقد كانت لفتة جميلة جدا في تمثيل العلوم في محفل وطني زي يوم المرأة مبارح كانت حاجة كويسة جدا طبعا هيدعم الاهتمام بالعلوم أكتر والاهتمام الإنس بالعلوم لهم أكتر وسأنا أحب كل واحدة تبقى نفسها وتتدور يعني أنا مش عايزة أستخدم كلمة شغف بسهولة يعني أنا تحب اللي بتعمله وتكون دقوبة فيه وإن النجاح الناس يعني أو البنات عارف إن النجاح مش مرحلة أو مش وار رايحين عشان نوصلوا النجاح عبارة عن رحلة مليئة بالتعب والجهد والاستمرار والسعي وكل ما وصلت النقطة إنتي عاوزة تقصررها بالنجاح بالضبط هتبصي على النقطة اللي بعدها هو ده النجاح الحقيقي إن دائما يبقى فيه أهداف مستمرة خلال سنوات العمر يعني ربنا يجينا العمر صحيح كلا إحنا بنفخر إن عندنا دكتور أو بروفسير زي الدكتور هشامس اللي متخصص في علم الحفريات ومشهور عالميا هذه الشعورة ربما مشواخت حق على الساحة الإعلامية يعني لأنه تخصص برضو نادر شوية لكن هو شخصية عالمية معروفة مرموقة جدا من التراز السقير إحدى تلامزته هي البحثة العالمة الدكتورة شروق الأشهر الأشقر المتخصصة في علم الحفريات في مركز جامعة المنصورة والمكرمة من قبل سات الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم أمس في يوم المرأة المصرية بنشكرك يا دكتورة شروق نورتينا وألف مبروك مرة تانية